في العراق لا يزال الوضع الأمني متردياً المشهد السياسي أيضاً ليس أفضل حال الهجبات على المقرات الحزبية والقواعد العسكرية لا تزال تصنع الحدث الدور هذه المرة جاء على مقر حزب تقدم الذي يرأسه رئيس البرلمان المنتخب حديثاً إلى جانب مقرات حزبية أخرى رئيس العراقي برهم صالح أدان هذه الهجومات واصفاً إياها بالإرهابية الأمم المتحدة هي الأخرى دخلت على خط إدانة هذه الهجمات وطالبت بمحاسبة المتورطين فيها التفجيرات حدثت بعد الانتخابات كان هذا الشيء متوقعاً وبسبب صراعات حزبية نجد أن هناك تنافس على هذه المناصب وتنافس شرس بين الفرقاء أو الشركاء الذين لم يتفقوا في يوم من الأيام وتأتي التفجيرات الأخيرة التي هزت العاصمة بغداد في وقت تشهد فيه البلاد وضعاً حرجاً أعقب الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية المختلفة فيها وهو الأمر الذي ينظر بتحول الأزمة السياسية إلى اشتباكات مسلحة برأي محللين ويرى المتتبعون للشأن العراقي أن أطرافاً خارجية تقف وراء هذه التفجيرات وأن الأيام المقبلة ستكون حبلة بالمفاجآت هذه التفجيرات هي نتيجة طبيعية لأن هناك أجنحة عسكرية مسلحة غير مسيطرة عليها من قبل الأحزاب من قبل الأحزاب العراقية وتدارب من الخارج نعم هناك دوافع خارجية هناك فوضى قادمة للعراق هناك منريد الاقتتال الداخلي هناك ضربة إسرائيلية قادمة محتملة التطور الأمني الأخير في العراق يأتي أيضاً في وقت قرر فيه الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية تعارض نتائج الانتخابات البرلمانية تكثيف مباحثته مع القوى الأخرى لاحتواء الأزمة السياسية بالبلاد ترجمة نانسي قنقر